منحة بتوفر لك راتب بيصل الى سبعة وعشرين الف خمسمية ستة وتسعين دولار بتغطي لها جميع تكاليف السفر بتغطي لها جميع تكاليف الدراسة بتوفر لك العديد من المميزات الاخرى زي المكافحات المالية زي السكن المجاني والعديد من المميزات اللي احنا نتعرف عليها في الفيديو بتاعنا كتير منكم شاف العديد من الاعلانات عن منح الجامعة سيدني للدراسة في استراليا وكتير منكم طلب مننا ان احنا نشرح المنحة دي واللي بالفعل موجود على القناة ولكن انا حبيت اشرح لكم المنحة عشان خاطر لو انت عايز تعدم على منح الجامعة سيدني بتقدر تتابع خطوات الشرح التفصيلية اللي بتقدمها لقناة دكتوري المنح فلو انت عايز تستفيد من الفيديو تابع الفيديو من البداية للنهاية لو عندك اي سؤال اي السبسار انا مذكرتوش في الفيديو بتاعنا اتفضل سيبه في الكومنتات ونا هرد عليك وطبعا يا ريت ما تنساش لو انت بتستفيد من فيديوهاتنا تدعم لايك وتعمل سبسكرا واشتراك في القناة وتفعل الجرس دعما منح الجود اللي بنحاول نقدمها وشاير الفيديو ده عالفن خاطر يفيد غيرك ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاعنا ازايكم شباب مرة تانية زي ما قلنا هنتكلم عن منحة جامعة سيدني للدراسة في استراليا وطبعا زي ما احنا ما متعودين قبل ما ابدأ شرح طريقة التقديم خلينا نعرف مع بعضها هي مميزات وتفاصيل المنحة بتاعتنا بالنسبة لتفاصيل المنحة في الدولة من صديفة ايستراليا الجهة المنحة واسم الجامعة المقرر الدراسة بها هي جامعة سيدني المراحل الدراسية اللي تقدر تقدم على وتحصل فيها على درجة علمية هي الماجستر والدكتوراه طبعا يمكن لجميع الطلاب من جميع الحال العالم وطبعا جميع الطلاب العرب اللي بيضعبوا قناة دكتور المنحة يقدروا يقدموا على المنحة دي مفيش سن محادل للتقديم على المنحة شهادة اللغة الانجليزية وانت بتقدم على المنحة مش هتكون مطلوبة منك ولكن عند قبولك في المنحة خلي بالك انهم هتطلبوا منك شهادة اللغة. اخر معادل التقديم يكون تلاتين ديسمبر عشرين وواحد وعشرين وخلي بالك ان المنحة دي بتفتح على فترات مختلفة طوال السنة. طيب مين اللي يقدر يقدم على منحة جامعة سيدني الاسترالية حضرتك لو انت في اخر سنة في الباكل ريوس وعايز تقدم على منحة دراسة بتقدر تقدم. ولو انت كنت بالفعل خلصت عايز تقدم على دراسة ماجستير مفيش اي مشكلة. وحتى لو انت معك ماجستير وعايز تقدم مرة تانية عشان تاخد ماجستير من جامعة سيدني مفيش اي مشكلة. لو انت بتدرس فاخر سنة في الماجستير او خلصت ماجستير بالفعل وعايز تحصل على دكتوراه بتقدر تقدم مفيش اي مشكلة وكمان لو انت حصل على دكتوراه وعايز تحصل على دكتوراه تانية من جامعة سيدني فانت بتقدر تقدم مفيش اي مشكلة نهائي. هنا في بعض الملحوظات الهمة لو انت عايز تقدم على الايمان الحضرصية بنفسك بتقدر تتابع خطوات الشريحة التفصيلية بتقدمها لقناة دكتور المنح كالعادة ولو انت عايز تستفيد من خدمتنا سواء في التقديم على الايمان الحضرصية وتأجهز المستندات او ترجمة المستندات لأي لغة فكل اللي عليك انك انت بتملل خاص بينا اللي بتلاقي لينك بتاعه موجود في سندقو الوصف اسفل كل فيديو من فيديوهاتنا فرية تقدمت قناة دكتور المنح بيبدأ يتواصل معك وكمان تقدر تشترك في جروباتنا على الفيسبوك والواتساب والتيليجرام للمتابعة كل ما يخص المنح والمسابعات اللي بتقدمها قناة دكتور المنح اول باول. طيب هي كليات والتخاصات المتاحة تقديم عليها. بتلاقيين هنا سايب لك جميع الكليات الاساسية اللي تقدر تقدم عليها واللي موجودة في جامعة سيدني هتلاقيهم هنا موجودين باللغة العربية زي ما موجودين على الموقع الرسم الخاص بالجامعة موجودين هنا باللغة الانجلزية او ضغط على اي كلية من دول بتقدر تعرف جميع التخصات اللي فيها بتقدر تعرف جميع التفاصيل والديسكريبشن اللي بيصف كل كلية من دولة تمام? طيب ايه هي مميزات المنحة بتاعتنا والتوميل زي ما ذكرت لك في بداية الفيديو بتغطي لك تكليف السفر زبا وايابا بتوفر لك كمان جميع تكليف الدراسة يعني الدراسة بتاعتك هتكون مجانا بتوفر لك راتب وقدر سبعة وعشرين الف خمسمية ستة وتسعين طبعا انت بتقدر بالراتب ده تغطي تكليف المعيشة بتاعتك المصاريف الشخصية التأمين الصحي كمان حضرتك فيها ابحاث هتعملها هم بيغطو لك الابحاث دي بالنسبة للطلاب الماجستير بيحصلوا على مكافأة وقدرها ربعمائة عشر دولار اما طلاب الدكتوراه بتصل المكافأة بتاعتهم الا تمنمية واربعين دولار ايه هي المستندات اللي هكون مطلوبة من حضرتك طبعا يكون طالب منك نسخة او صورة من جهاز السفر نسخة او صورة من شهادة التخرج وبيان درجات اخر مها الدراسة انت حصلت عليه طبعا يكون مطلوب منك السيرة الزاتية وسايب لك هنا اللينك الفيديو اللي من خلاله تقدر تعمل السيرة الزاتية بشكل كديم واحترافي وبمسال طالب منك عدد اتنين من خطبات التوصية طالب منك خطة البحث وخلي بالك لو انت في اخر سنة فيه عايز تقدم على المنحة دي بتقدر تقدم ببيان درجات السنوات الدراسية السابقة للباكالريوس ويزبط كيد يدل ان انت في اخر سنة فيه الباكالريوس اما لو عايز تقدم على الدكتوراه وانت في اخر سنة في الماجستير فانت بتقدم له شهد التخرج بين درجات وبتقدم له ببيان درجات السنوات الدراسية السابقة للماجستير ويزبط كيد يدل ان انت في اخر سنة في الماجستير بتاعك. هنا في بعض المنحة الاخرى طبعا اللي تم شرحها على قناة دكتور المنح في استراليا في كندا في الولايات المتحدة الامريكية في بريطانيا في اليابان منحة الحكومة كورية كمان كل المنح دي هتلاقيها موجودة هنا بتقدر تضغط على المنحة المناسبة بالنسبة لك وبتدخل تطلع عليها موجودة بالشرح وكل حاجة باللغة العربية وتخاطات التعديم خطوة بخطوة هتلاقيها معمولة او موجودة في الفيديوهات بتاعتنا. وطبعا رابط المقال ده موجود في سندول وصف اسفل الفيديو. لو جينا هنا مع بعض بتلاقي ده الموقع الرسمي الخاص بالجامعة لو ضغطت عليها تفتح معك الصفحة دي. ومن هنا بتقدر تطلع على كل حاجة تخص الجامعة. وهنا لو جينا مع بعض نضغط للتعديم مباشرة على المنحة بتفتح معك الصفحة دي. ودلوقتي هندخل مع بعض نتعرف مع بعض ايه هي شرح طريقة التعديم على المنحة دي خطوة بخطوة. تابع خطوات الشرح معي عشان تعرف تقدم بنفسك لو عندك اي سؤال وايه الصفصار. انا مذكرتوش الفيديو بتاعنا تفضل تسيبه في كومنتات وانا هرد عليك وما تنساش اللايك ويلا بينا نروح على الشرح بتاعنا. في الصفحة دي طبعا انت طالب يعني طالب من دولة تانية. فانت هنا بتختار بعد كده بتيجي تضغط معي هنا على اللي هما المؤثر طبعا احنا اللي يهمنا الجزء الخاص اللي هما الدراسات العليا. هنضغط عليه بعد كده هتفتح معنا الصفحة اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي. بعد ما حملت الصفحة دي طبعا انت هنا بيقول لك ان في انت لازم تمشي عليها. طبعا اول حاجة انت لازم تختار الكورس او البرنامج اللي انت عايز تقدم فيه على المنحة دي. طبعا في بعض الناس هتقول لي ان انت بتقدم على المنحة دي. بتقدم على الجامعة. لا انا مش بقدم على الجامعة. احنا بنقدم على المنحة. انت هتدخل تملى المنحة او التخصص اللي انت عايز تقدم عليه في الجامعة عادي جدا. انت وبتملى هما بيسألوك اسئلة لو انت حصلت على منحة قبل كده ولا لا. كمان بيطلبوا منك الخطاب التحفيزي الخاص بحصولك على المنحة. وانت ليه عايز تقدم على المنحة دي. كمان انت بعد ما بتملى وهم بيراجوا بتاعك بمجرد قبولك. هما بيعتبروك في منحة دراسية مباشرة. بدون ما تقدم على جامعة الواحدة ومنحة الواحدة. هما بيعتبروك تلقائي في منحة دراسية. والكلام ده كله هنشوفه مع بعض واحنا بنملى بتاعنا. طيب اول حاجة هنا هنيجي مع بعض نضغط على هتفتح معاك الصفحة الخاصة بالبرامج او التخصصات او الكليات الموجودة في المنحة بتاع جامعة سيدني. طبعا هنا بتحمل معاك الكورسات. خلينا ننتظر لغاية ما تحمل. دكتور المينة ماريو جميل. لا تنسوا دعمنا بلايك وشير واشتراك بالقناة لمتابعة كل ما هو جديد. هنا طبعا فتحت معنا الكورسات اللي احنا ممكن نختار منها ونقدم فيها على المنحة دي. هتيجي طبعا انت هنا تشوف انت عايز تقدم على ايه. ادي عندك الميديسن هنا. هنا برضو فيه اللي هي الجراحة. هنا في حاجات تخص اللي هي الصيدلة. هتلاقي العديد من التخصصات الموجودة هنا. طبعا انت لو عايز تشوف تخصصات اكتر او مجالات اكتر بتيجي نتضغط على الصفحة التانية. تحمل معاك الكورسات الموجودة في الصفحة التانية. طبعا انت بتبدأ تشوف المجال او التخصص اللي انت عايز تدرس فيه. ولكن على سبيل المسال عايزين ندرس في بوليسي. هندغط عليها طبعا هتفتح معاك كل حاجة تخص التخصص او المجال اللي انت اخترته. هتبدأ انت عايز تقرأ عنه. بتبدأ تقرأ عنه. وكل حاجة لو انت بقى اقتنعت بالمجال ده وعايز تقدم فيه. فانت هنا بتيجي بكل بساطة تضغط على بعد ما تضغط على بدخلنا على الصفحة اللي هنبدأ منها بتاعه. طبعا انت هنا طالب فانت بتيجي في الجزء العالمين ده اللي هو بتيجي هنا في بتفتح الحسام وتبدأ تختار انت عايز تدرس في اي فصل دراسي من دولة. ولكن على سبيل المثال اخترنا السمسطر الاول في سنة عشرين واحد وعشرين بندغط عليها. بعد كده منيجي هنا نضغط على هتفتح معنا الصفحة اللي احنا شايفينا مع بعض دلوقتي. طبعا انت لو بتقدم اول مرة على المنحة دي. وبتفتح حساب جديد فانت هنا هتيجي تضغط على بتفتح معاك الصفحة اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض. هنا طبعا الصفحة دي خاصة بالتسجيل وعمل حساب على جامعة سيدني. فانت هنا بتيجي تكتب اسمك وبتكتب اسم العائلة. بعد كده هنا انت بدخل تاريخ ملادك. بعد كده بتكتب بريد الكتروني خاص بك وبتكتبه هنا مرة تانية. بتكتب خاص بك. خليك فاكر ده. لان هو اللي هتسجل به. بعد كده هنا بتكتب الباسورد بتاعك وبتكتب باسورد مرة تانية. بتعمل شركة المربع ده بتعمل شركة المربع ده. بتضغط على بروسيد. بعد كده بتروح البريد الالكتروني الخاص بيك بتلاقيهم بعتولك. اللينك ده بتضغط عليه وبكده انت تكون عملت للحساب بتاعك. بعد كده بعد كده بتفتح معك الصفحة اللي احنا كنا فاتحنا مع بعض دي. بتيجي هنا بكل بساطة بتكتب الخاص بيك اللي انت كتبته بيدك اللي هو بعد كده بتكتب بعد كده بتضغط على قبل ما اضغط على انا عايز اوريه لك حاجة برضو ان منحة سيدني من المنح اللي هي بتطلب منك رسوم للابليكيشن. ورسوم دي لا تسترد لو لا قدر الله ما تقبلتش في الفرصة دي. هو هنا بيقول لك ان اللي هما طلاب الدوليين لازم ان هما يدفعوا اللي هو رسوم غير مرتجعة او ما ينفعش يترجع ليهم. هو هنا بيقول لك مية خمسة وعشرين دولار استرالي. علشان خاطر تكون عارف ان انت بعد ما بتقدم في الفرصة دي بيكونوا طلبين منك الرسوم دي تتفحق رسوم اللي انت بتقدم عليه. طيب هنيجي هنا طبعا وهنضغط مع بعض على وهندخل على بتاعنا. طبعا بتفتح معك اول صفحة دي. احنا هنا زي ما اخترنا اللي هو بعد كده بتيجي هنا تضغط له على بدخلك على الصفحة الخاصة هو هنا بيقول لك ميدي لك هنا بعض التعليمات وطبعا بيقول لك دي الصياغ اللي انت ممكن ترفع بها المساندات بتاعتك. بعد كده بنيجي نضغط هنا على بعد كده بيدخلنا على الصفحة اللي بعدها. هو هنا بيقول لك القرص اللي هي تفاصيل القرص اللي احنا اخترناه اللي هو طبعا بنيجي هنا نضغط على هدخلنا على الصفحة اللي بعد كده في بتاعنا. طبعا هنا بيكون طالب منك ايه? طالب منك بتاعتك. هنا بيقول لك التفاصيل بتاعتك. طبعا هنا بتاعتك بتبدأ تختاره. بتكتب اسمك الاول واسم العائلة. والاسم اللي انت معروف بيه. بعد كده هنا بيقول لك بتكتبه زي ما موجود في جواز الصفر بتاعك او زي ما انت بتكتبه بطريقة بعد كده هنا انت بتكتب بتاعك سؤال ذكرهم انسة. بعد كده هنا انت بتكتب له تاريخ الميلاد الخاص بيك. هنا بيقول لك ارفق له صورة من جواز السفر او بطاقة الهوية بتاعتك. طبعا المكتوب فيها اسمك وتفاصيلك. بعد كده انا بيقول لك اكتب العنوان بتاعك. فانت هنا بتكتب له العنوان بتاعتك. بتكتب هنا الدولة بتاعتك. هنا الشارع اللي انت عايش فيه. المدينة المحافظة والبوصة الكود الخاص بالمدينة بتاعتك. لو انت عايش في نفس العنوان اللي انت كدب هنا فانت بتعمل تشكت عن مربع ده وبتنزل لك تفاصيل عن العنوان بتاعك انا بقول لبساطة. بعد كده هنا بيقول لك انت هنا بتبدأ تدخله رقم الموبايل بتاعك والاميل بتاعك. بعد كده هنا بيقول لك انت هنا بيدخله معلومات عن الاقامة بتاعتك. هو هنا بيقول لك انت اتولدت في اي دولة. هنا بيقول لك ايه هي الجنسية الخاصة بك. بعد كده هنا بيقول لك لو انت طالب من اي دولة من الدول دي. فانت بتفتح السهم. طبعا لو انت مش من اي مكان من الاماكة دي فانت بتختار الاختيار الاول. بعد كده هنا بيقول لك يعني اختار اللغة الاصل بتاعتك. فانا مسلا بالنسبة للغة العربية فانا هنا هاجع ما سيرش عن اللغة العربية. بعد كده هنا بيقول لك انت هنا طبعا بترفق له صور خاصة بحاجات تثبت ان انت ممكن في الدولة اللي انت دخلت لها بيانات هنا. زي مسلا باردو جعوز الصفر او شهادة ميلاد لك. بعد كده هنا بيقول لك هو هنا بيقول لك هل انت حاليا في جامعة سيدني فانت لو مش في الجامعة دي طبعا واحنا مختارين انترناشيا ما فانت بتختار بعد كده هنا بيقول لك هل انت طالب في جامعة سيدني حاليا فطبعا انت بتختار بعد كده بيسألك بيقول لك هل انت قدمت في جامعة سيدني قبل كده او اللي اتحقت بها قبل كده فلو اتحقت بتختار ياس لو لا بتختار بعد كده بتضغط على بعد كده بتفتح معاك الصفحة التانية في بتاعنا وركز معاه في الجزء ده. هو هنا بيسألك اول حاجة هل انت حصلت على اي منح دراسية قبل كده فانت هنا بتيجي بتختار نو. بعد كده هنا بيقول لك هل انت قدمت على اي منح دراسية متعلقة بالابليكيشن اللي انت بتقدم عليه حاليا فانت هنا بتختار نو. في ملحوظة مهمة عايزة نبقى عليها. لو احنا اتفرجنا على منحة البنك الاسلامي للتنمية. المنحة دي بتدي لك فرصة كبيرة جدا ان انت تقدم في اي جامعة وبعد ما تقدم في الجامعة وتاخد قبول من الجامعة انت تقدر تروح تقدم في المنحة دي والمنحة بتبص في الطلب بتاعك وبتكرر اذا كانت ممكن تمولك ولا لا. فلو انت بتقدم على اي منحة ولو لا قدر الله ما جالكش قبول في المنحة دي ممكن تقدم على الجامعة الوحدة وتاخد القبول من الجامعة دي وتبدأ تروح على منحة البنك الاسلامي للتنمية وتقدم في المنحة دي وتحط جواب القبول الخاص بك. وهما بيبصوا في الطلب بتاعك. وان شاء الله بتاخد منحة منحة البنك الاسلامي للتنمية دي منحة مشهورة جدا. وانا برضا هكون سايب لك اللينك الخاص بالمنحة موجود في سندوق الوصف اسفل الفيديو ده. طيب هنيجي بعد كده هنا بيقول لك لو انت حصلت علي منحة دراسية ارفق له اثبات هنا. لو ما حصلتش خلاص بتسيبها فاضية. بعد كده هنا ركز معايا فبجزة ده. هو هنا بيقول لك لو انت عايز تقدم على منحة جامعة سيدني. فانت لازم تكتب له ده لا يتعدى المتين كلمة. ده انت هتكتبه وتجاوب فيه على التلات اسئلة دولا. لو انت بتعرف نفسك بتقول له انت ليه مولع او متحمس ان انت تقدم في جامعة سيدني. وهنا بيقول لك انت عايز تحقق ايه لما تلطحك بمنحة جامعة سيدني وتتخرج منها. فانت بتبدأ تكتب له الجزء ده مهمة جدا. طبعا هو جزء مش مطلوب لانه مش معمول عليه النجمة اللي هي تضل ان هو متطلب بشكل اساسي ولكن انت لو بتقدم على منحة فالجزء ده مطلوب منك بشكل اساسي ما تفوتهش. لان انت لو فوته ايه الدليل ان انت عايز تقدم على منحة فانت لازم تكتب له لا يزيد عن متين كلمة. زي مولت لك تجاوب له على التلات اسئلة موضحين قدامك. بعد كده بتضغط على بيدخلك على الجزء التالت في بتاعنا. وهو الجزء الخاص بالكواليفيكيشنز. طبعا هنا خلي بالك برضو الجزء ده مهم بالنسبة للانجلش. انت هنا بيقول لك هل اللغة الانجلزية هل اللغة الاساسية بتاعتك? فانت انا بتختار طيب بعد كده هنا بيقول لك هل انت حصلت على اي شهادات لغة انجلزية من قبل? طبعا لو انت حصلت بتختار ياس ببساطة وبتكتب له هنا بعينات الامتحان اللي انت حصلت عليه. طيب اعتبر ان انا مش معايش هادة تثبت لغة لطفل ولو ctafta هنا بتختار بعد كده هنا بيقول لك هل انت عندك النية او انت قدمت على امتحان لغة انجليزية ولسة هتمتحنه? طبعا لو انت عندك انت تمتحن او لو قدمت تختار ياس وبتكتب له هنا ايه هو نوع الامتحان ده طفل ولو اي كان ايه. وبتكتب له تاريخ الامتحان. طب لو انت مش حاجز امتحان انت هنا تختار فهنا بيسألك وبيقول لك هل الدراسة السابقة بتاعتك كانت باللغة الانجليزية? طبعا لو كانت باللغة الانجليزية فانت بتختار ياس. وهنا بتقول له بتاعتك لو انت اتعلمت لغاية فانت هنا بتختار بتكتب له هنا الدولة اللي انت كنت بتدرس فيها. انا هنا مسلا اختار مصر بالنسبة للدولة بتاعتي. هو هنا بيقول لك ايه هو تاريخ التخارج بتاعك او امتى انت وقفت تتعلم باللغة الانجليزية. فانت هنا هتكتب له مسلا تاريخ التخارج بتاعك من الجامعة بتاعتك. انا هنا هدخل له تاريخ لكن انت تنتب تاريخ مزبوط. كده انت حاولت تتعدى الحتة او العقبة بتاعت اللغة بابسط طريقة ممكنة. طيب بعد كده هنا بيقول لك طبعا انت هنا بيقول لك لو معاك شهادة اثبات لغة انجليزية فانت هنا بترفقه له. طبعا مش مطلوبة منك بشكل اكبار واحنا هنا قلنا له احنا مش معنا شهادة اثبات لغة انجليزية ولنا له احنا عندنا تعليم باللغة الانجليزية فخلاص انت هتسيب الجوزة دفاع دي لو مش معاك شهادة اثبات لغة انجليزية. وانا كنصيحة مني لك لو انت مقرر ان انت تمتحن طفل او ايلس دخل له التاريخ هنا. لكن لو مش مقرر ومش معاك شهادة لغة ياريت تقول له ان الدراسة بتاعتك كانت باللغة الانجليزية وياريت تجيب له اثبات من الجامعة بتاعتك في الدراسة السابقة تثبت ان البرنامج بتاعك كان باللغة الانجليزية. بعد كده بتيجي هنا بيقول لك لو انت اترفت من الجامعة بتاعتك قبل كده حصل اي مشاكل فانت هنا بتيجي بتقرأ الاسئلة. لو في حاجة متطبقى عليك بتختار رياس وتقول له سبب لو لا بتيجي هنا ببساطة وبتبدأ تختار بعد كده هنا بيقول لك ارفق له بيانات للمدرسة السنوية السابقة بتاعتك اللي هي بيانة درجات وشهد التخرج. لو معك بترفقهم لو مش معاكم مش متطلبين بشكل اكباري. ولكن يفضل لو معك ترفقهم. طيب خلي بالك ان المستندات دي لازم تكون كلها مترجمة للغة الانجليزية. كان في احد الطلاب اللي ساب لي كومنت على احد الفيديوهات اللي عملناها على قناة اليوتيوب بتاعتنا بيقول انا بمجرد ما بشوف ان انت بتقول انت لازم تترجم الاوراق بتاعتك اللغة الانجليزية. انا بطلع من الفيديو على طول. لا. الموضوع بكل بساطة انت عايز ترجم الاوراق بتروح لاي مكتب ترجمة معتمد في المحافزة بتاعتك ما بتروحش بعيد. بتقول له ترجم لي الاوراق دي. بيترجم الاوراق دي وبيبدأ يحط ختم المكتب على الاوراق اللي هو الترجمة. بالنسبة للتوصيقات. انت قبل ما تروح تترجم الاوراق بتاعتك. روح وصك الاوراق بتاعتك من الخارجية بكل بساطة بتوسقهم وبعد كده بتروح تترجمهم في مكتب الترجمة. هتقول لي ان الاختام بتاعت التوصيقات مش هتكون في الترجمة. المترجم بيكتب في الورق اللي الترجم ان الورق الاصل بتحتوي على توصيقات من الجهة كزا وكزا وكزا. انا كده حاولت ارد عليك على سؤال الترجمة والتوصيقات وكل حاجة. بعد كده بنيجي في الجزء الخاص بالهيزة وهنا بيقول لك ايه هي اعلى درجة علمية حصلت عليها بتفتح السام وبتختار طبعا لو بتقدم على مصر فانت بتختار الباكالوريوس. لو بتقدم على دكتوراه فانت بتختار المصر. لو انت كنت وايخد دكتوراه بالفعل. وعち تقدم على دكتوراه مرة تانية فانت وايدي بتختار هنا سكول ديتيلز. قد بدخل هنا معلومات عن المدرسة السنوية بتاعتك. اسم المدرسة المدينة كانت فيها المدرسة اتخرك تأم تاوي الدرجات بتاعتك. بعد كده بتيجي هنا في الجزء الخاص بالجوز بالكالوجريوس طبعا متدخل بستيقرة تلعا ت sucking بدخل بياناتوا عن الدراسة الجمعية والماجستير لو انت بتقدم على دكتوراه. طبعا هنا بتقوله بتاعك ايه? بتقوله هنا انت درست اي كورس في الكولية بتاعتك او اي مجال. المكان اللي انت كنت بتعلم فيه والدولة بتاعتك. بعد كده هنا التاريخ التحقق بالجامعة التاريخ التخرج من الجامعة. انت قضيت الفترة بتاعتك في الجامعة وهنا بيقول لك اكتبهم بالشهور. يعني مسلا لو انت قضيت اربع سنين فانت بتضرب اتناشر شهر في الاربعة. بتطلق معك مسلا تمانية واربعين عسابين مثال. بتكتب له هنا بتاعك كان كام? بعد كده هنا بيقول لك هل انت خلصت بالفعل الدراسة في الكلية بتاعتك ولا لا? لو خلصت بتختار ياس لو لا بتختار نوع. بعد كده هنا بيقول لك الدراسة بتاعتك كان النوع بتاع ايه? فطبعا بتختار فول طايم لو دراسة بتاعتك كانت فول طايم. بعد كده هنا بيقول لك لو انت عاستضيف اي مهالات تانية فانت بتعمل تشكع مربع ده. بتبدأ تدخل معلومات عن المعالات التانية. لو ما عندكش معالات تانية او دراسة في اي مكان تاني فانت خلاص بتسيبها فاضيع. بعد كده هنا انت بترفق للمستندات تدل على الدراسة بتاعتك. طبعا بين درجات شهد التخرج الخاصة بالدراسة السابقة بتاعتك زي ما قلت لك في المستندات المطلوبة. كما بيقول لك ثبات ان انت تخرقت من الجامعة طبعا لها شهد التخرج كمان. بيقول لك لو دراسة بتاعتك كانت باللغة الانجليزية فانت بترفقها له. فلو عندك اي شهادات دعامة فانت بترفقها هنا. بعد كده بيقول لك على طبعا لو انت عندك اي انجازات فانت بتبدأ تكتب له عنها هنا. بعد كده هنا بيقول لك ارفق له اي اثبات او مساندات تدل على اللي انت حصلت لعبتك. بترفقها له هنا بعد كده هنا بيقول لك. بالنسبة للابليكيشن بتاعك. هو هنا بيقول هل انت عايز تملأ بتاعك وتقدمه لي منحة دراسية ولا عايز تدرس على حسابك. طبعا طبعا ما انت بتقدم عن منحة دراسية فانت هنا بتختاره انت مش عايز تقدم على حسابك الشخصي. طبعا لان احنا بنقدم على منحة دراسية. بعد كده بتضغط على بعد كده بنيجي في الجزء الخاص هو هنا اول حاجة بيقول لك لو انت كنت مشترك في جمعية تطوعية او خيرية فانت هنا بتيجي تكتب له اسم الجمعية دي. بتقول له انت هنا المشاركة بتاعتك كانت عن ايه? بتقول له كمان انت اشتركت امتى في الجمعية دي. طبعا لو شاركت وجمعات تانية فانت بتعمل تشكل مربع ده. وبتكتب له بيانات عنها هنا. بعد كده بتيجي هنا في طبعا انت لو معك اي اثبات يدل ان انت كنت في الجمعية تطوعية فانت بترفقه هنا. بعد كده هنا بيقول لك لو انت عندك اي فانت بتكتب له هنا نوع العمل بتاعك ايه? بتاع الشركة او المكان اللي انت كنت بتشتغل فيه. بتوصف له انت ايه هي كانت واجباتك في الشغل ده. كمان بيقول لك فانت بتفتح السامو بتبدأ تختار نوع الشغل بتاعك ده كان مختص باي مجال من الموجودين هنا. وطبعا لو انت عندك اي خبرات اخرى فانت بتعمل تشكل مربع ده وتدخل بعنات عنها هنا. بعد كده بتيجي هنا ترفق له مسندات تدل على خبرة العمل بتاعتك. بعد كده بتضغط على بعد كده بتيجي في اخر جزء بتاعنا هو طبعا انت بتقرأ بتاعتهم. بعد ما بتقرأهم هنا بعناية بتيجي بتعمل تشكل مربع ده اللي هو انت متفهم كل السياسات الخاصة بالمنحة دي. بعد كده بتيجي بتضغط هنا على بعد كده بيدخلك على الجزء الخاص برسوم دافع طبعا انت هنا تضغط على بتدفع رسوم اونلاين عن طريق او الفيزا كارد. وبعد كده هم بيستلموا الطلب بتاعك وبيبدأوا ويرجعوه وبيردوا عليك عن طريق الايميل. هم كمان سيبل لك الايميل الخاص بيهم هنا لو انت عايز تتواصل معهم. علشان خاطر تسألهم على اي حاجة ممكن تتواصل معهم عن طريق الايميل ده. وبكده انا اقوم خلصت شرح طريقة التقديم على المنحة المقدمة من جامعة سيدن الاسترالية. اتمنى ان الشرح كان واضح بسيطة. لو لسا عندك اي استفسارة او اي سؤال. ممكن تسيبه كومنت واحنا ارد عليه. ويريد في نهاية الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك. تم سبسكرا وشارك في كناة وتفعلك جرس ويريد تشارك الفيديو بتاعنا دعما منك وجودنا. علشان خاطر تشارك المعارفة مع غيرك. وشكرا.